من الأسباب أيضا التي تمنع الناس من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى عقيدة فاسدة الناس كتار بيعتقدوا أن لهم شيوخ أولياء يوم القيامة ينجونهم من العذاب بيقول لك نحن الشيخنا ده قائد قويس عملنا زنوب أكلنا حرام كله ده يقول لك ما قضية بس أول من قوم يوم القيامة بنلقى الشيخ قائد جنب الميزان بتاع الحساب نقصت لنا حسنات بالدينة كويس في سيئات زايدة بشيلة مننا زي ما وعدهم الشيخ السودان بتاع القادرية وعد الجماعة بتاع النه وطبعا ده وهم الآن لو صدق كلام زي ده يكون أول حاجة موهم ده وهم بس كويس قال مريدي لك البشرة تكون على الوفا قال أنا ببشرك شوف داري بشره بشنه تكون على الوفا إن كنت في هم أغذك بهمتي مريدي كن حافظا للعهد الذي بيننا أكون حاضر الميزان يوم الوقيعة أنا قل لقاعد جنب الميزان بس مشكلتك مقضية تعال بعدين نقصت لك حسنات بتما لك أي شيء دكتاب القادرية وهذا جامعهم بيجاي قريب كمان فاتحين جامعوا قالوا الناس يصلوا معهم دي أسا عقيدة بتاع الزول ده مش تصلي معه تلعب على رقبتك وأنا ما بغش عليك ولا عندي شغلة بزول شوف كلام الحق ده بقوله في عين أي زول ما عندي معه قضية لأنه دي دعوة للمنكر دعوة للباطل الشيخ يوعد المريدين بتاعنه يقولون بس خلاص أي مشكلة أنا بحيلها لك وما القيامة ما عند القضية المريد ده معناها هيمشي يفسد في الأرض وارتكب الزنوب والحرام كله بيعملوا ليه الشيخ ما وعده بعدين ودي أقيدة باطلة النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو أهله والمقربين له يا عباس ابن عبد المطالب عمه يا صفيته عمت رسوله دي عمته يا فاطمة بنته بنت رسول الله سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا ويقول لهم لا تأتوني بأنسابكم أنا عم من رسول وأنا جدي الرسول وأنا كذا لا تأتوني بأنسابكم يوم يأتي الناس بأعمالهم تجيهم الغيامة بعمل عشان كده في ناس كتار ما تابوا استغفروا من ذنوبهم ليه السبب عقيدة عقيدتهم إنه شيخ ده بخلصهم بعدين عشان كده أنا بكلمك النصيحة القرآن واضح أعمل الصالح وارجع لأله وربنا يا أخواننا بيقبل عباده ياخي بيقبلك